مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها على سؤال لماذا ألقت الشرطة التركية القبض على مخرج فيلم أردوغان اسمه علي وجين طبعا فوجينا بخبر غريب جدا في وسائل الإعلام وهو أن الشخص الذي أخرج سلسلة أفلام أو نحو أربعة أفلام عن الرئيس المسلم أردوغان كلها تتناول حياته والانقلاب وكذا يلقى القبض عليه وبعدين نقرأ الساب قاله أنه هو أصلا منتبط بتنظيم أو منتنظيم فتح الله جولان اللي هو نفذ الانقلاب العسكري فطبعا أمر في منتهى العجب والغراب طيب هل تم القبض عليه احنا بس نعرف أنتك أفلام يا جماعة لأن احنا كلنا شايرنا خلي بالكم وأنا واحد من الناس اللي لازلنا شاير يعني هو أنتك فيلم اسمه ريز بيروي سيرة الرئيس المسلم أردوغان والفيلم ده إحنا لو كنا وجدنا مشهد على اليوتيوب اللي هو أبو أردوغان أو طفل صغار يبدو أنه أردوغان وأبوه هم داخلين الجامع وكي يؤدنوا بعدين العسكري بيضرب الأب أو الجد بالمندقية عشان يمنعهم من الأداة شاهدنا هذا المشهد وأنا حقيقة منذ الإعلان عن هذا الفيلم والزعمين حتى الآن وأنا ضار على اليوتيوب إنه لقيه نسخة عشان أشوفه مش عارفة شوفه يعني أحبة تابع جداً كل مسلسلاته والأفلام التي ركبت تكلم في السياسة إنه قال إيه ينزل ما نزلش أبداً على اليوتيوب وبعدين في الخبر قراءة قاله ده هو كان موجود في دور السينما لو كنت تعرف كنت روحت المهم وبعد كده قاله فيه فيلم برضو تقاتب أنه هو نفس الفيلم يعني في مراحل طفولته وأنتج فيلماً ثانياً اسمه العملية الكود 2 وهذا الفيلم لما قرأت خبر القفض على هذا المخرج هو بيتحدث عن مؤامرة على الرئيس المسلم أردوغان ومحاولة قتله والفيلم انتقى عند لقطة تتلقى رسالة أردوغان وما قلناش مات ولا ماتش فأنا شاهدته على اليوتيوب للأسف الشديد لم أفهم الفيلم يعني لأن اللغة التركية عنده ضعيفة بحيث أنه ما قدرت أفهم يعني جمعت كلمات بس ما تكونيتش رؤية عندي وبحثت عن نسخة مترجمة لها حتى أعرف لم أصل إلى شيء ثم بعد ذلك قالوا أنه بعد الانقلاب العسكري أنتج فيلماً اسمه الانتفاضة أو الصحوة بيتحدث فيه عن الانقلاب العسكري الصليبي لازدبرته أمريكا على الرئيس المسلم أردوغان وهما بيقولوا في أنه التراب بتاع الفيلم أنه انتهى بقتل الرئيس المسلم أردوغان طبعاً أي من هذه الأفلام أنا ما شفتهاش وما عرفهاش ولكنها في النهاية لها دلالات عديدة طبعاً مبدئياً ليست هي الدليل القض عليه يعني وأنا لو عملت فيلم النهاردة على السلطان عبد الحميد ما أنا لابد أعمله أن الانقلاب انتهى بنجاح لو عملت فيلم عن السلطان عبد المجيد اللي هو أبو السلطان عبد الحميد أو عبد عزيز تقريباً أسف عبد العزيز أبو السلطان عبد الحميد وده انتهى بالانقلاب عليه وقتلوه ويقال إنه كان من المشيخ ناس ما سونية وشاركوا نفس فيلم فرح الله جولة فبالتالي العمل الضرامي هو قد يكون له رسائل فيه الله أعلم قد يكون خالص الله أعلم قد يكون هذا السلطار الله أعلم لكن يقال كما جاء في الأخبار أن سبب القفض عليه هو كلمة السر برنامج بايلوك برنامج اسمه بايلوك ده برنامج بتنزله من زل واتس أب كده وتليجرام وهكده ولكن ما تعرفش تنزله من متجر جوجل إلا ما يكون معك كلمة سر بتاخدها منين؟ من تنظيف حالة جولة نفسه ولما بتنزله ما بتنفعش توصل إلا مع الشخصين فقط فأنت أول ما تنزله ما هو ما ينزلش على التليفون ما يفتحش معك على التليفون إلا إذا هم أدوك كلمة السر وإذا هم أعطوك كلمة السر يبقى أنت منهم فالذي حدث أن المخابرات التركية تتبأت كل الهواتف اللي نزلت تطبيق بايلوك أيا كان بقى وفصلتهم وأفضت عليهم أو هكده وجدوا العدد 160 ألف من الموظفين والضباط والكوضاء والصحفيين في الخبر أيضا أن الشرطة التركية لما راحت تفتش وتلقي القبض على هذا المخرج وجدت شخصا آخر هارب موجود في منزله المهم ليس موضوعنا هو وقعة القبض على هذا المخرج هذا الأمر طبعا هو مظلوم بريء مدام الله أعلم هذا أمر يتعلق بملف القضية وتحقيقات القضية وما إلى ذلك ونحن لم نقرأ لكن ما الذي يهمونا في هذا الموضوع بقى سيبق بقى أنه يسبوك الجسم ألف ولا به ولا عين ولا جيم يهمنا حاجة في المخابرات ويهمنا حاجة فيه آنية وقتية الحاجة الآنية الوقتية أنه هنا في تركيا وأنا بقى 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 لك في الأفلام دي اللي حصل وإعلام التركي فكان الإعلام التركي بيهاجم أردوغان أنه آدي يا سيدي أردوغان وهو رئيس وعاديين يمدحوه ويعملوا أفلام عن سيرة حياته وبتاعه وكذا يعني فتفاجأ أن اللي عامل الأفلام التي تمدح في أردوغان هو ضده وأنه والقنوات اللي قد دي أردوغان يعني نحن أمام مسرحية نحن أمام مسرحية أنه انت في الحال معه وشوفت بقى أنتاجه أفلام عن أردوغان بتمدح في أردوغان ويتتضح إيه أن أردوغان مالوش علاقة ده بالمين اللي عاملها أعداء ويبدأ ناس زي حالاتي ولا كده يبدأوا يدافعون عن الفيلم الفيلم حالو ليه مش عاوزين مسلا يقول له أنا ما شوفتش الفيلم عشان أعرفه الحلوة للوحش الله أعلم يعني يعني مسلسل سلطان عبد حميد أنا وجدته مستوى ضعيف مسلسل مجهولون مستوى عالم مسلسل في لنت مصطفى أفضل وأفضل مسلسل أردوغل جميل جدا المهم فما شوفتش الفيلم عشان أعرفه الحلوة للوحش لكن أنا أقصد أنه إحنا ممكن المخابرات تعيشنا فيه معارك وهمية نعيش فيها هو دا اللي حصل في مصر في حضر رئيس مرسي لما حزب النور السلفي قال الشريعة الإسلامية تبدو تطبيق الشريعة الإسلامية سوبروان وانسحاب من الدستور عميني مش حال لابد نغطي تمثال أبو الهول بالشام وتقوم معارك أخضر حزب النور السلفي وبعدين إبراهيم إيسه والعلمانيين والشيوعين يطلعوا حزب النور السلفي المتشهد دي الوهاب الرجعce عدى 60سباش وناس قاعدة مسلمة مخلصة تثقف للحزب النور السلفي والعلمانيين قاعدان يثقفل إبراهيم إيسا ودول قاعدين عاملين خناقة مع بعض إبراهيم إيسا وهو ياسر وياسر وياسر وياملين خناقة مع بعض أو الفارقين وهي المسألة التمثيلية وابرام عيسى ووصر ورغم حبايب والاثنين في مركب واحد والاثنين بين الفوز خطة واحد فكثير من الخناءات التي نشاهدها في دنيا السياسة قد تكون فيلم التمثيلية أصلا ده الحاجة الآنية التي نحن نجته يعني إيران والسعودية تطلع للخناء فيلم جمال أبناصر وأمريكا تطلع المسألة فيلم وهكذا يعني كثير من الأمور التي تحدث السعودية والحسين وتطلع الخناء فيلم ده المأخوذ آنيا من القصة الأمر الثاني الذي يهمنا إنه يا جماعة ممنوح 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 من عم باتتن بناء قناعات بناء على استنتاجات كيف في حالة هذه الأفلام ودي خلي بالك عشان في دول بتروح في ستين ده بسبب كده والرئيس مرسي والباد راح في ستين ده بسبب استنتاجات عن السيسي شافوا استيسي بيصلي براج المؤمن يلا عايين وزير دفاع وإيه يعني بيصلي شاء الله يكون مربي دأنه شاء الله يكون حافظ القرآن الكريم وأنا مالي أنا لابد دبحث من هو وابوه وامه وعلته وقاله وعمته وكل حاجة وسأتي لذلك وده حاجات نهمنا لأن كلنا من سيكون يا لي شيئا من أمر المسلمين لابد ديعي هذا الدرس ممنوع استنتاج ممنوع استنتاجات هنا وملء الفراغات وده حاجات احنا الواحد تعلمها في الصحافة يعني وكانوا درسونا ما كنا خدنا دورة في بريطانيا إيه اللي حاصل تركيا مين حاكم تركيا آآ أردوغان والحزب الحاكم ده هون طيب والمخرج ده عمل ايه عمل شوية أفلام واحنا في العام العرب من المخرج واحنا عمل مسلسل أرطغر ولا مين اللي عمل مسلسل فلنطة مصطفى ولا سلطان عبد حميد ولا كده ما نعرفش يعني احنا في مصر مثلا عارفين عادل الإمام عادل الإمام شيوعي فلان ده كذا فلان ده إسلامي فلان ده مثلا فلان ده المسلم وقت العربي ده إسلامي مثلا هكذا لكنها تركيا في الآخر ما نعرفش يعني خلفية الناس اللي أنتجوا الأفلام دي ولا مين دول أصل هم مجهولون بالنسبة لنا ما نعرفش مين فانت في حكومة تركية وفي رئيس الدولة خلاص ورئيس الدولة ده في ناس كتير حطت في السجن في الانقلاة أو المؤامرات أو كده وبعدين طلعت أفلام بتكلم عن حيات رئيس الدولة إذن إيه تلقائيا بنمنا إحنا مفرغ من عندنا أن رئيس الدولة أو الحكومة التركية أو المخابرات أو كده هي من أمرت به هذه الأفلام هي من أمرت بهذه الأفلام هنا أنت معندكش معلومة يعني أنت ما شفتش هل أنت رأيت المخابرات وبتقول ده أعمل فيلم لا يبقى تقف وتقول أن هناك فيلم أنتج في تركيا عن كده هل له علاقة بالحكومة التركية أو لا لا نعلم ما قدرش أقول لهو الحكومة اللي كانت أعمله ولو ما قلتش طالما ما عنديش معلومة ما قدرش يعني أنا شوف الإعلام السعودي بيشتم في إيران ليلة ونهار وإيران بتشتم في إعلام السعودي ليلة ونهار أجأ أقول والله أن الحكام السعودية ضد إيران لا ليه هل أنا برأي بتلفناتهم؟ لا هل أنا بسمع محادثاتهم مع الأمريكان؟ لا هل أنا بشوفهم ما فيه بينهم بين الأردين التصالات السرية؟ لا فلما نعود قدام التلفزيون وأبن قناعاتي فيما يجري بين الدول استناداً لملء فراغات أنه مش عارف مين سحب سافر ومنين مين تخلق مع مين ومين مش عارف إيه هكذا فنبدأ نكون استنتاجات مش موجودة يعني مثلاً نظام آل سعود بعد يشتم في الإخوان وكيارة الإخوان الموجودة برأي منين محمود حسين موت حالفين جداً مع آل سعود فأنت تعود تستقل معلوماتك من إعلامك؟ غاء كارثة مصيبة سودة وده الله حصل فإحنا لابد إن إحنا نتحرع عن الأمور معلومات مباشرة إذا لم نكن لدينا معلومات مباشرة فتظل الأمور بالنسبة لنا محل شك عليها علامة استفها يعني أسين هل أنت تعرف صبر ده مين؟ لا ما تعرفه إذا ممكن يكون كويس وممكن إبقى وحش تاخد توقف وتبقى ما تعودش بقى أنت لا ده كويس ده وحش أنت كنت عبدته وتشفته ده عمرت من الخطاب رضي الله عنه يعني في مقولة منسوبة له ما عرفش يعني ما بحسش الكتب منسوبة له إنما نفترض إنه منسوبة له يعني هي مهمة فهو بيسأل عن واحد فواحد قال له ده كويس لأنه قال له طب تعرفوا الله بيصلى معنا المسجد جماعة وابتها قال له هل أنت جاره فعلمت مخرجه ومدخله قال لا قال له صحفته في سفر يعني فيما مفادئه معناه علمت أخلاقه قال له لا قال له إذا اللي تعرفه المهم وده بيوريك إزاي إنه في مصر عيننا السيس وزير الدفاع وبعدين ما نعرفش هو منين أصلا ولا مين أمه ولا راح فين ولا يمنين ولا أي حاج عشان قام صلى الضهر قدام مجموعة من اضطر الإسلام كان قاعدين اتعاينوا لزير الدفاع قال لهما السيس بس أصلي فراعينوا لزير الدفاع شوفي الهطر اللي إحنا فيه العقلية السيسية حاجة الأخيرة بقى إنه شخص أنتج العديد من الأفلام عن أردغان وكذا والمؤامرات على تركيا وما إلى ذلك ده مفروض تسق فيه ولا ما تسقش فيه مفروض تسق فيه تبخوا دي بقى تعلم نتعلم من سيدنا وسيد سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يدير مثل هذه الأمور لأنو قد حتى في القرآن الكريم أبنى بخاطب رسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمنافقين حتى يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين لكن فيه ناس من المنافقين حتى الرسول لم يعرفroot الله فقط والذي يعرفczne شوف الموقف التالي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذا وكر الاستدครام ولا من يعرفه أيضم عن الاسق فيه يسق فيه ودول اصحاب من الجهلية وابناء بلد واحدة وتربهم بعض ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم اجبر من سيدنا وقرب سنتين يعني اصد دول نشأه في مصر نقوله لا تحرى واحدة لو من الريف ولا تقرية واحدة فعارفين ده ابو مين ودخلت مين وده يعني المعرفة التفصيلية تمام بينما نحن ونتعامل معهم لا نعلم لعائلاتهم ولا هم مين ولا كده يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قرر الهجرة لم يختر سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي هو اول من اسلم من الرجال والذي ظل في 13 سنة في مكة ينفق من مال ويتاجر ويحصل على المال ثم يذهب ليه العبيد المسلمين الذين يعدبون يحررهم ويدفع فلوس ويصرفهم ويمش خدهم نفسه حتى لا يحررهم حتى ابو قال له ايه ده يعني انت تشترون من نفسه المهم فلم يخبره قبل الهجرة الا قبلها ب 12 ساعة وكان مخبار قبلها بشهرين للاعداد الهجرة لكن لم يخبره بالموع طبعا لابد فيه دراسة عشان الخطة لسنا بكر الصديق وضع الخطة فلم يخبره قبلها الا ب 12 ساعة ولما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الى منزل سيدنا ابو بكر الصديق في ظهرا وقت الحر عشان كله في البيئة زي ما انتوا شافين كده في الخليج حالا وقت الظهر ما تلاقيش ولا واحد مش في الشياء الدرج الحرها دخل على خمسين عامل حاج الدينة بتغلي فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة وقت الغدا في سيدنا وقر الصديق في منزله قال له ايه بقى اسمع الكلمة شوف المخابرات شوف المخابرات شوف الحس الأمني الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا وقر الصديق اخرج من عندك اخرج من عندك من اللي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة اسماء اسماء بنت أبي بكر والسيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه يعني حتى موعد وتوقيت الهجرة أخفي عن بنت سيدنا ووقر بناته الاثنين وأخفي عن أولاد سيدنا ووقر لو سيدنا ووقر مش يسق في أولاده هي يسق في أولاده ورغم ذلك ألا تسق في أبنائي دعيالي ده كده لا أمور الدولة يا سادة ما بيخشش فيها أن إحنا أصحاب ولا أصدقاء ولا هيدا القبيل وبالليل بقى السيدة أسماء هتعرف لأن السيدة أسماء هتصبح ضابط مخابرات في جهاز المخابرات اللي هيعمل تحت إمرة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال فترة الهجرة لأن رسول الله أما ذهب إلى اتجاه اليمن بدل اتجاه الشمال اللي قد ينقر رحل الاتجاه عشان يضل الكفار وقعد في الغار غار ثور ثلاثة أيام حتى إهدأت طلب عشان المباحث اللي شغالت دور تكون إيه هدية ما كانش رسول صدنا وقر عدين في الغار كده وخلاص مقاطعين على الدنيا لا جهاز المخابرات شغال كاميرات المرأبة في كل مكان فكاد سيدة أسماء أسماء رضي الله عنها أسماء بنت وقر من ضمن فريق المخابرات فريق الرصد والتصوير والتحليل وكل ماذا يحدث في مكة ودولة الكفار وحكومتها بتعمل إيه والشرطة والمباحث بتاعتها بتتوى إيه فالذي حدث وشو بها دي سيدة أسماء رضي الله عنها كانت تؤتمن بس في موعده تعرف في موعده أدي خد أدي إيه شوف كيف كان ما هو أنا بقول لك كيف أسس الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون لو أقل الدولة وإحنا بقنا 80 سنة في الهزائم والسائطين سنوبي يدبحوا فينا ليه هو سائط سنوية جمال عدنصر سائط سنوية كان سائط في السنوية وأنه رسلات سائط في السنوية والسيسي ما دخلش سنوية عامة أصلي خد سنوية عسكرية لا سنوية مش عارف إيه وإحنا عند أساز الدكاترة طب وعلي صاقطين في السنوية بيعون فينا ليه الكلام ده جماعة لأن ما تيجب تقارن تصرفاتنا بتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم مش إنه هو وقر الصديق لا خذ الموقف التالي في فتح مكة السيدة عائشة رضي الله عنه اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى لم يخبرها بوجهة الجيش إلا وقت ما قالها لي الله نلبس البسي أو تجهازي وهي مين زوجاته مين زوجاته ولم يخطر زوجاته وهي من الزوجته بس لا ده هي بنت أبي بكر الصديق والسيدة عائشة من أول أربعين أسلامه وهذا مفاده إن هي أسلام تفاول تلك السنوات يعني ممكن تكون أصلا تزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عندها 16 سنة 19 سنة الله أعلم أنا مش عاوز أخش في هذا الأمر يعني إنه مش أهل له لكن لما يكون هي إن أول أربعين أسلامه أول أربعين أسلامه إذا كان عندها على الأقل سيدة السبع سنين وتنوم في مكة كمان ما يقرب من عشر سنين فبتتكلم فيك يعني كالمهم لكن ده مش قصتنا إن السيدة عائشة دي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم و وبنت مين أول من أسلام سيدنا هو وقر الصديق سيدنا هو وقر ده مين أصلا ده اللي عامل الهجرة وا 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 أبوكر الصديق يا جماعة اللي هو أكسر أهل الأرض إيمانا بعد الأنبياء هو إحنا الآسف بدأوا يشويه إنه سيدنا عمر بن الخطاب أشد من أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب لا أبو أسد دول لا ده كان ده كله غلط سيدنا عمر بن الخطاب طبعا شخصية عظيمة كلش لكن سيدنا هو وقر يعني هو أكسر أهل الأرض إيمانا بعد الأنبياء المهم حتى سيدنا علي بن أبي طالب كان بقول لهم من أشجع العرب أو أشجع الفرسيان فقالوا أنت يا أمير المؤمنين سيدنا علي وقالوا شخصية ترجط في مسلسة أرطوغل هي الأقرب لشخصية سيدنا علي بن أبي طالب خلي بالك في القتال والحرب والفرسيان وكذا فقال لهم لا سيدنا بوقر الصديق المهم وده كان أصلا في عهد سيدنا علي سيدنا علي هو أمير المؤمنين كان بيقول لهم كده المهم نرجع للموضوع فالسيدة عائشة أصلا بنت مين بنت سيدنا بوقر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبرها إيه لما قال لها تجهزي فجاء سيدنا أبو بكر ودخل في وجه السيدة عائشة فقول لها إحنا رحيم فين ولا جيش راح فين الروابة تقول إيه فاستعجمت عليه فاستعجمت عليه أبوها وابوكر الصديق ويعني مش أنا وإنت الذي خاض كل هذه الحروب ووضع يعني كفه ويده وماله وكل شيء في سبيل الإسلام لكن أسرار الدولة هي أسرار الدولة مفيش فيها مجال للعواطف ومفيش فيها مجال أنت هو أنت تصق فيه آه طب قول لي بقى خلو ما بتصق فيه أنت مش مستعملني أنت مش مخونني لأنني أقول لك كيف ودي دي اللي دولة قامت وانت لما شفت بعد كده طب هنأديه حاجة تاني أحد أبناء سيدنا أبو بكر اللي لم تخلون للذكرة اسمه عبد الرحمن هذا كان كافرا وخرج يقاتل المسلمين في غزة بدر وفي غزة أحد طب لا عبد الرحمن ابن سيدنا أبو أسلم بعد ذاك رضي الله عنه لو كان عالمة بالهجرة وبترتيباتها وكذا وهو في بيت سيدنا أبو بكر كان ممكن يبلغ أبو جاهل ولا أبو لها ولا كذا وكان ممكن يحصل أي حاجة المهم فالذي أقصده أن احنا أولا احنا بنصق في فلندا ولا بنصقش فيه وصقنا فيه وعرفنا أصله وفصله وحسبه ونسبه وذلك لما تيجي انت في النجاشي لما النجاشي بيسأل جعفر بن أبو هو يا جماعة رسول صلى الله عليه وسلم في أول أربعين أسلام مين أول أربعين أسلامه دول الناس اختارهم من رسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصدق ناس تم ترشحهم فدعوهم للإسلام بالاسم واحد اثنين ثلاثة اربعة ندعو فلان وفلان وفلان تم انطقائهم يعني الرسول دعا سيدنا أبو بكر ولم يدعو عمه أبو طالب اللي رباه دعا سيدنا أبو بكر الصدق ودعا علي بن أبي طالب ولم يدعو أبوه وعمه أبو طالب ولم يدعو عمه أبو له فالرسول صلى الله عليه وسلم الاربعين دول أسلامه الشيخ حازم صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أدعوكم لسماع هذه السيرة على يوتيوب التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم على يوتيوب التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لماذا اختار رسول صلى الله عليه وسلم الاربعين والاربعين أسلاموا دون أن يطلبوا دليل أو بينة ولم يكذب أي منهم والاربعين لم يفشي أي منهم السر لدرجة أن فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ما ايتش لأخوها عمر إنه أسلامت عمر قدش يعرف الراجل الغريب عارف وهو عمر ما يعرفش يعني الراجل الغريب يعرف ان فاطمة اخته عمر اسلامت وعمر ما عارش اخته تخيل تفاجأ بقى فالشيخ حازم بتكلم ليه ان هم يعرفوا بعض ناس ومعدن وتعامل وعشرة مش المسألة يلا السيسة صلى ركعتين وماله فولا نشوفنا امام الجامع وماله محمد حسان عاطع التلفزيون وماله ياسر برهامي مش عارف عمل مظاهر ايه يلا الشيخ ياسر برهامي فلان اعتقلو شهرين وطلع من السجن ممكن مدلو كده مبريم منقلو احنا هنعتقله مبريم منقلو احنا هنعتقله وقد ذلك في قناة الحوار ونشرت فيديو قبل ذلك قال لك والله يعتقلونا يا مجال عبد النصر عشان ما تنكشفش ويتعلمش انت المصدر بتاعنا هكذا المهم لا فهو يعلم هؤلاء حسبا واصلا ونسبا ولذلك لما ترى وده مسألة مخابراتية مهمة جدا لما انه هؤلاء ولذلك لما تيجي النجاشي لما سيدنا جعفر ابن ابي طالب تحدث عن المسلمين وتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك فيما معناه ان احنا نعرف حسبه ونسبه وكذا يعني بيكلم على بقول لنا احنا عارفين من ده وابوهم مين وميعمل ايه ويسوي ايه ولما تيجي بقى سيبك مسيدنا جعفر ابن ابي طالب ده يقول ده بيمدح الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى بقى لابو سفيان عدو المسلمين ابو سفيان كان قائد دولة الكفار في ذلك الوقت قبل ان يعتنق الاسلام لكن اسلم ستباني هجري لكن لما راح بقى في تجارة للشام وهرق لبقى لابو سفيان قال له تعالى وبيسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فيما معناه كيف شوف السؤال شوف رجال الدول شوف المخابرات كيف نسبه فيكم ابن مين ايه من اين ده انتو عارفين ولا دخيل عليكم ولا كذا وانا اقرأ في مذكرات يعني خاصلا حلقة اخرى فجأت انه الرجل الانجليز بيتكلم انه فيه عرب ليسوا عربا عرب ليسوا من العرب فحتى قلت النفس عن الانجليز عارفين من مئتين سنة ان فيه عرب مش عرب واحنا مش عارفين ونبسين الغطرة والعقال وكذا وبيتكلم عن انسابهم وكذا مصيبة سود مصيبة سود وممكن دول هما اللي اسقاطوا الدولة العصبانية يعني يبدون انهم عرب وهم ليسوا عرب المهم ودول خامرة الجواسيس فالقصوده ايه بقى النهرقل بيسأل فبالتالي انا بداية هذا الشخص بفحصه وبعد ان افحصه بصق فيه وبعد ما بصق فيه برضو اسرار الدولة والحكم والادارة لا تنقل اليه الا اذا كانت هناك الا اذا دعت حاجة لديك احنا قلنا من خير من خير من ماشي على الارض بعد الانبياء مين سيدنا وبقر الصديق فبو سيدنا وبقر الصديق هل تم امداده باسرار هو ما كانش هيعمله حاجة لا بد ارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته